حل عدم الرضا انا بحب بصوا ايه واعمل ايه حل عدم الرضا فان انا شوف النعم اللي عندي في فرق ما بين ان انا مش راضية وفي فرق ان انا عندي همة وعزيمة ان انا اكون احسن همه وعزيمة اكون احسن ده حلو اكون راضية مما اعطاني اللعزة جال وتقول انا عندي نعم شوفيها واكتبيها واحميدي ربنا سبحانه وتعالى عليك يعني مثلا خدي ايه النهاردة مثلا تلات نعم او خمس نعم في الصلاة الخمسة كلها لك الحمد الحمد لله رب العالمين 17 مرة هتقولي الحمد لله رب العالمين على الخمس نعم اللي انت شوفتيه ونتقولي يا الحمد لله رب العالمين الرحمن الراح عليهم ايه هي اكتبي اكتبي انا عرف ناس بيجيبوه 3000 نعمة موجودين موجودين اكتبي الكلام ده وشوفي انت عايزة ايه وإيه اللي عندك وإيه اللي يخص إيمان عن إثار وإيه اللي عند إثار دون عبير شوفي الحاجات دي مهمة جدا مجرد أن أنا أشوف النعم وأحمد ربنا عليها وأشكر ربنا عليها وبقى ممتنة القلب بيها لكن الهمة مطلوبة لكن ما عودش أكرن في نفسها أنا عايزة أبقى السوبر مش عارفة إيه واللي كزا متى مش عالطريق وبتحاوليه وعالطريق وبتحاولي خلاص حتى لو ماشى ماشي السلحفاه أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقلت بس دون والحاجة الجبل الكبير كان أصله حاصة صغير وبعدين بقى جبل كبير فما تستصغريش المهم إن أنا ماشي في طريق الأمر ده ودايما أحمد الله سبحانه وتعالى ودايما أحسن الظن في الله إن اللي أنت يا رب قدرته لي ده هو الخير يا رب واللي أنت عملت وإلي هو ده الخير يا رب تمام كده؟ أضع الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الرضا عن الله تعارفين اللي مش راضي معناها يا بناتو دي حاجة توجع القلب أنتوا عارفين اللي مش راضي ده معناها أنا مش عاجبني استغفر الله أنا مش عاجبني الفعل اللي حصل من ربنا أنا مش عاجبني الفعل ده لا لا مش شحنة إن شاء الله يا رب مش شحنة أنا رضي يا رب وممكن أكون مش شايفة الخير فين دلوقتي بس أنا عندي يقين من جوة إن فعلك خيرية مطلقة وحكمة مطلقة دي عقيدة دي ألف بقى عقيدة أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الرضا اللهم أمين اشتركوا في القناة